للحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا الآن الزميل نوردين الحموري نوردين لنبدأ من الولايات المتحدة وماذا يعني فشل تمرير ترامب كير للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي نعم وبالفعل قد يكون إشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي لسبب مهم أنه أولا أوباما كير كانت قد دخلت بي ناتج المحلي الإجمالي بنسبة بأكثر من 30% لذلك فصل أوباما كير عن الاقتصاد أو أن يتم تعديلها هذا الشيء الذي كان قد يؤدي على الأقل بانخفاض مرة أخرى بالنسبة للأرقام الاقتصادية لكن على رغم من كل ذلك إلا أنه حتى كان من المفترض أن تكون أو سحب تمرير برنامج ترامب كير أن يكون إيجابي للأسواق لكن هذا الشيء الذي لم تترجم الأسواق وترجمته الأسواق بل على العكس أسواق أوروبا أسواق آسيا وحتى أيضا المؤشرات أو العقود الأجل المؤشرات الأمريكية تشير إلى نوع من الانخفاض السبب في ذلك يعود أنه الآن أصبحت المخاوف ليس فقط نحو ترامب كير لأن ترامب كيرل قد يكون الآن أصبح من الماضي لأنه من الصعب بالفعل إعادتها إلى مجلس النواب والتصويت عليها الشيء الأهم الآن أنه من الممكن أن نشهد فشل آخر سواء كان على مرحلة برنامج أو القرار المنتظر بالنسبة لي التاكسيشن ريفورم أو اللي هو الدرائب أو إصلاح الدرائب وأيضا غيرها من الأمور وخصوصا أهم شيء اللي هو برنامج الإنفرستركسر أو اللي هي الصرف على الاقتصاد بشكل كبير والإصلاحات التي ذكرها لذلك هذا الشيء الذي لم تشهد أسواق أو لم يكون لدينا نوع من الإيجابية في الأسواق وقد لا تكون لدينا إيجابية في الوقت الحالي حتى نشهد أي نوع من التصعيد على الأقل من قبل ترامب من جهة أخرى كيف تتحرك الأسواق العالمية وأسعار صرف العمولات طبعا بعض أيضا البيانات الأوروبية من جرماني ويعني المناخ الاستثماري في أكبر اقتصاد أوروبي صحيح بداية المؤشر العام للدولار الأمريكي طبعا تدولات اليوم صباحا كانت واضحة جدا شهدنا منذ بداية التعاملات بداية التعاملات الأسيوية انخفاضات بي المؤشر العام للدولار انخفضنا بحوالي تقريبا 15% إلى الآن خسر المؤشر العام أيضا للدولار الأمريكي مستويات مهمة كانت عن 99.50 نتداول حاليا عند 99.12 الأهم من كل ذلك أن اليورو هو أكبر المستفيدين من هذه التحركات نصل الآن إلى قرب مستويات المائة وتسعة 166 حاليا وأيضا من جديد الدولار يفقد المزيد من المستويات لكن في الوقت الحالي الهم من كل ذلك الآن أنه لا يوجد ددينا الكثير من الأرقام الاقتصادية على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي اليوم سوى طبعا أرقام لايفو التي دعمت اليورو أيضا لكن أيضا خلال فترة الدولات الأمريكية لا يوجد ددينا الكثير من الأرقام التي سيتم الإعلان عنها هذا الشيء الذي قد يضغط من جديد بشكل أكبر على المؤشر العام للدولار لكن على المتداولين الانتباه جيدا لشيء مهم هو أنه افتتاح اليوم بالفترة الأسيوية كان لدينا نوع من ما يسمى بالقعب أو تريدينج قعب أو فجوات سعرية لذلك قد نشهد نوع من التصحيح بشكل بسيط خلال الفترة القصيرة أو الساعات المقبلة قبل أن نشهد استمرارية في التحرك الذي شهدناه أيضا في المؤشر العام للدولار الشيء الأهم أيضا من كل ذلك أنه شهدنا الاستفادة الأكبر كانت لدينا من قبل أسعار أو من قبل أكثر شيء كانت لدينا بالذهب والفضة الذهب أضاف تقريبا حوالي أكثر من 1% الآن 1257 دولار نقترب من أعلى مستوى سجلوا الذهب خلال العام الجاري هو 1261 أيضا الفضة أضاف تقريبا 1% 1171 مستويات 18 أيضا تعتبر مهمة ومن الممكن الوصول إليها لكن الأهم من كل ذلك أيضا طالما لدينا التوتر في الأسواق هذه الأصول في الغالب ما سنشهد فيها المزيد من الارتفاعات شكرا لك نوردين الحموري اشتركوا في القناة